مساء الخير مساء الخير يا فندم مركز دكتور هيرو لتعليم اللغة الانجليزية معاك ازي قدر اساعدك? كنت عايز اسأل عن كورسات اقدر اخد منها شهادة معتمدة يعني لو سمحت. طبعا موجود يا فندم. في عندنا شهادة انجليش معتمدة. في عندنا شهادة انجليش معتمدة. في عندنا شهادة انجليش فلاحي كمان لو عايز معتمدة برضو. طيب حلو. تمام. طب ممكن اعرف كام مستوى اننا هاخد كام مستوى واسعارهم ايه? اسعار الليفلز عندنا رخيصة جدا. الليفل بمئتين جنيه. عدد الليفلز هما اربعين. هما اكتار شوية بس عشان نطمن على حضرتك ان انت بقيت كويس خلاص. وبعدها لما تخلص الاربعين مستوى تقدر تشتغل معانا في المركز. كانجليش انستركتور. وفي منحة مجانية تماما لو تحب تنضم لها. طب والله حلو جدا يا ريت. ممكن تعرفني الشروط بس. يعني ازاي قدر اقدر اقدم على المنحة دي. الشروط بتاعتها سهلة جدا. هتدفع الف جنيه تأمين. بتاخد الف جنيه دي لما تخلص الاربعين مستوى ان شاء الله. وبتحضر الاربعين مستوى مجانا تماما. طيب ممكن اعرف الشهادة اللي هاخدها هتبقى معترفة من مين او الجهة اللي معترفة بالشهادة دي. اه اه طبعا طبعا معتمدة. اه معتمدة. اه معتمدة من اه من اه. الو? الو? حضرت معي? هو راح فيدي. ومساء الخير اصدقائي مساء الخير متابعين لقناة دكتور هيرو. انا عارف ان انا وحشتركوا الفيديوهات طولت يعني وكده بس حياة الطالب ملزا حياة الخريج. المرة الجاية حتلاقوا في حد ما كان يطلع في الفيديو بيقول لوكوا اكتبوا طلباتكم في الكمنتات. اصل الدكتور مشغول. ربنا يساعدكم جميعا وعقبالكم كلكم. النهاردة هو اخر يوم في حياة طالب الجامعة. بكرا ان شاء الله. هيبقى اخر امتحان ليا في كليا الطب. اه عقبال كل الناس اللي لسه في الكليا انها تتخرج وعقبال اللي نفسه يدخل للجامعة ربنا يكرمه يا رب. فاخرنا نوصل الفيديو ده لالف لايك الفين. الفين لايك. وعايزين نوصل القناة لخمسين الف مشترك عشان ننزل كورس الاسعافات الاولية زي ما وعدتكم. وما تنسوش قبل ما نبدأ الفيديو تابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك حتلاقوا الروابط بتاعتهم في صندوق الوصف. ومن غير ما نطول كلام يلا بنا نبدأ الفيديو. زي زي اي طالب سنوية عامة او طالب جامعة كان نفسي اتعلم انجلش وبنفس الوقت اخد شهادة معتمدة. كنت دايما الموهوم بالشهادة المعتمدة او الشهادة الموثوقة. او ان انا لما اروح اقدم في شغلة او في منحة اقدم لهم شهادة بتقول ان انا بعرف اتكلم انجلش. وطبعا لفيك كتير من معاهد ومراكز وتعليم اونلاين والنهاردة في الفيديو ده هتكلم معاك عن بعض النقاط. هنتكلم يعني ايه شهادة معتمدة? هنتكلم عن مستويات اللغة الانجليزية وبتقسمه لكم مستوى. هنتكلم ايه المميزات او الحاجات اللي تخليك تقول على المركز ده ان هو كويس. وايه الحاجات اللي هتخليك تقول على المركز ده ان هو وحش. وفي الاخر هنقول شوية مصايح للناس اللي نفسها هتتعلم انجلش. خلينا في الاول نتكلم عن يعني ايه شهادة معتمدة? فلما نسأل السؤال ده بنروح لسؤال تاني وهو معتمدة من مين? مين اللي اعتمد الشهادة دي? وفي الحالة دي هنروح لسؤال تالت وهو انت عايز الشهادة دي ليه? انت بتدور على شهادة في اللغة الانجليزية ليه? لو انت مثلا طالب وحابب تاخد منحة معينة في دولة اجنابية فبكل المساطة وحتدخل على الموقع بتاعة الجامعة او بتاعة المكان اللي انت حتاخد منه المنحة. وحتشوف ايه متطلباتهم بالنسبة للغة? ازاي هما حيتأكدوا ان اللغة بتاعتك كويسة? غالبا معظم المنح بتبقى طلبة شهادة معينة معروفة على مستوى العالم. زي الايلتس او توفل او الاو اي تي. والشهادات دي كل دول العالم عارفاها وعارفة المراكز بتاعتها او اللي بتديها او اللي بتقدمها. هتلاقي في مصر في مراكز ليها وفي السعودية وفي العراق. في مراكز معروفة ان تقدر تاخد منها شهادة او الايلتس او ايا كانت الشهادة اللي المنحة طلبها. فانت في الحالة دي مش هتضطر تروح تاخد تورس في مكان معين. انت محتاج انك تحسن اللغة بتاعتك لعند ما تبقى قادر انك تكتازي الامتحان بتاعهم. فانت بكول له بساطة هتروح للمركز اللي بقدم الشهادة اللي انت محتاجها في المنحة بتاعتك وتدفع الفلوس بتاعت الامتحان ده وتمتحن ولو نجحت خلاص بيدوك هما شهادة غالبا صالحة لسنتين لان انت طبعا بعد سنتين اكيد مستوك هيبقى تغير يا للاحسن يا للاسوأ طيب لو انت رايح تقدم في شغل صعب شوية انك تلاقي شغل لطالب ايلس او توفل او الشهادات دي غالبا بيبقى طالب مستوى معين من الانجليش من غير ما يبقى معك شهادة فيه هو بكل البساطة هيقولك انا عايز مستوى بي تو مثلا فحتروح الانتربيو او المقابلة الشخصية معاه فهو هيتأكد من مستوك في اللغة من خلال المحادسة او من خلال الانتربيو بتاعك فلو انت هتقدم على شغل فاتأكد الاول الشغل بتاعك محتاج شهادة معينة ولا مش محتاج لو مش محتاج فانت في الحالة دي مش مضطر انك تروح تدفع مبالغ كبيرة في امتحان او في شهادة انت بكل البساطة هتطور اللغة بتاعتك وتروح لهم وانت بالمستوى اللي هم طلبينه يبقى كيدا نقدر نستنتج بان المعاهد اللي بتقول ان شهاداتها معتمدة او معترف بها م لهاش لازمة ما هو المعهد ده مين اللي اعتمد الشهادة بتاعته او ايه الدولة اللي معترفها بالشهادة بتاعته او انا لما اروح اقدم الشهادة بتاعتهم خلاص اللي حيقبلني حيقوم اغمض عينيه اه انت معاكل الشهادة من المعهد الفلاني او المركز الفلاني الكلام ده فاكسان وغالبا بتكتشف ان الشهادة دي معتمدة من صاحب المركز وشوية صحابه هم عادين على القهوة. ولكن الشهادة دي بيبقى ليها لازمة بانك تعلقها على الحيطة وطبقى حاجة محفزة بالنسبة لك عشان تكمل لا اقل ولا اكثر. تاني حاجة وهي مستويات الانجلش. مستويات الانجلش كم مستوى? وليه كل مركز بيقسمهم على مزاجه? تقريبا كل الدول العالم اتفقت على ان اللغات تبقى متقسمة ست مستويات. اي اون اي تو بي اون بي تو سي اون سي تو. دول ست مستويات بتحدد من خلالهم او عليهم انت مستوىك فين بالزبط. ولكن في المراكز هتلاقي ان الدنيا مختلفة شوية وحيبدأوا يقسموا الدنيا لاتناشر مستوى وستاشر مستوى وتلاتين مستوى. كل ده عشان في الاخر يقلل تمن الكورس او تمن المستوى اللي انت هتاخده. فتحس انك مش دافئ كتير. او عشان يحسسك بان فيه اهتمام وفيه عدد كبير من المستويات لازم تكتازه. ولكن هما في الاصل ست مستويات بس. ومش الانجليش. لا تقريبا لكل اللغات اللي ممكن تتعلمها. وهنا نجي للسؤال اللي بعده هو ازاي اعرف بان المركز ده كويس ولا وحيش? هنقول المواصفات اللي تخلينا نقولها على مركز اللي هو كويس. والمواصفات اللي هتخلينا نقولها على مركز بالنوع نصوión. هتسأل في الاول على عدد المستويات اللي موجودة في المركز اللي بتقدم فيه. لو عدد المستويات مقارب للعدد الاصلي اللي هو ست مستويات. فده معناها بان المركز كويس وماشي على النهج بتاع الجامعات المحترمة والمرموقة على مستوى العالم. تاني حاجة هتسأل عليها هو عدد الناس اللي موجودة في كل فصل او في كل قوضة. هل الغرفة اللي انا حدرس فيها هيبقى فيها خمستاشر واحد ولا اكتر من كده ولا اقل من كده. لان ده مش درس فيزياء انت رايح تحضر لمدرس وحتسمع الشرح وتروح. انت هنا بتتعلم لغة. فمحتاج ان اكتمارس مع الشخص اللي موجود معك وتتفاعل مع اللي حواليك. فتخيل لو انتو خمستاشر واحد والحصة مدتها ساعة. فده معناه انك هتتكلم اربع دقايق بس. فدايما اسأل على عدد الناس اللي هتبقى معاك في نفس الغرفة. بعد كده اطلب من المركز اللي بتقدم فيه بان انت تحتر حصة او الشخص اللي هيدرسلك. الحصة دي ممكن تبقى او تدفع مقابل لها. بس المهم ان تتجرب قبل ما تدفع فلوس الكورس كاملة. لان انت ممكن الشخص يبقى كويس كل حاجة وشاطر بس انت ما تقبلوش. او انت ما تقدرش تتقبل المعلومة منه وتحس ان ده متقيل مسلا. وانت ممكن في الكورس ده تدفع مبلغ محترم وتفضل في الكورس ده سنتين مسلا. فلازم في الاول تطمن على ان الانستركتور اللي هيديك فترة طويلة انت قبله وحابب تاخد المعلومات منه. وما ننساش بانك تاخد فيدباك او تقييم من الناس اللي حضرت قبلك في المركز ده عشان تعرف هل هو كويس ولا لا. ويفضل انك تاخد التقييم من حد متقدم شوية في اللغة لان غالبا اي حاجة في اولها بتبقى حلوة. والمبتدئين هيبقوا مبسوطين من اي حاجة في الاول. فاسأل حد قضى فترة طويلة شوية معهم. واخر حاجة نروح للمراكز الوحشة اللي طلعت في الفترة الاخيرة كده وظهرت على الساحة. وبتقول احنا عندنا منح ومش عارف ايه. فايه المواصفات اللي تخليك تعرف او تشك بان المركز ده بينصب عليك. هتلاقي في منشور على الفيسبوك هيقبلك او في حد بكلمك في التليفون بيقولك ان احنا المركز المعين وعندنا منحة ممولة بالكامل او منحة مجانية. المنحة دي شروطها انك تدفع الف جنيه كمبلغ تأمين بتاخد الفلوس دي لو خلصت مسلا اربعين او خمسين او عدد لا نهائي من المستويات. ولو انت غبت حصة او حصتين من المركز فده بيخلي الالف جنيه تروح عليك ومنتاشو خدها تاني. المبدأ ده وحش جدا ولو في ميت واحد بس تشتركوا في المنحة دي فده معناها ميت الف جنيه. نسبة كم واحد اللي هيكمل الكورس للاخر او هياخد الخمسطاشر ولا التلاتين مستوى للاخر هي نسبة واحد او اتنين في المية بس. والباقي هيقع في السكة هتلاقيهم غابوا في مرة او ما قدروش يكملو او اي ان كان وما يقدروش يسحبوا فلوسهم لان ده كان شرط في الاول. فلما تروح لمركز ادفع فلوس للمستوى عادي جدا وما تدورش على منحة مجانية مقابل تأمين ولا حاجة زي كده. هتلاقي في ناس باية تانية او في حوار تاني هو لو خلصت المستويات كلها هتشتغل معانا هنا. طيب هل في عادة بالكلام ده? لا. طيب المرتب اللي هتدهولي ساعتها كان ما نعرفش. طيب كل زمائل دول هيشتغلوا معايا برضو برضو ما نعرفش. طيب لو كل دول اشتغلوا. امال مين اللي هيتعلم طالما بينا كلنا مدرسين. فدي من الحاجات اللي ما تتشدش ليها وما تحسش بالرغبة انك عايز تشترك لمجرد انك لما تخلص ان شاء الله هتشتغل معا. لان انت اصلا لو خلصت المستويات اللي عندهم وبقيت مؤهل باللغة تقدر تشتغل في اي مكان. انت مش محبار حد يشتغلك ساعتها. وبعد كده من الصفات اللي بتخلي المركز ده وحش ان انت لو لقيت عدد الناس في السيشن كبيرة او الحصة بقت هيسة. وطلبت فلوسك اللي انت دفعها مقدم لمدة سنتين مسلا ولا حاجة. يقولك للأسف مش هينفع. وما فيش حاجة اسمها نقل عضوية منك لشخص تاني. والشهادة بتاعتنا برضو واعتمدة من كيمبرج او من حاجة فرافية. بس احنا بمراجعش فلوس لحد. وحتلاقي في عروب كتيرة بقى من تعلم من غير كتاب. وتعلم من غير معلم. وتعلم من غير قطرة دم. وحاجات غريبة كده. وكأن العلم بقى حاجة سهلة. ولو العلم كان حاجة سهلة ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم قال. ان الملائكة لتضعوا اجنحتها رضا لطالب العلم. فما تستسهلش في التعلم ودور كويس قبل ما تدفع فلوسك. فحاجة حتستسمر فيها في نفسك. ونصحتي ليك لو انت حبيبك تتعلم فاعتمد على التعليم الانلاين. او ركز في انك تتعلم من البيت. ده هيوفر من مجهودك ومن وقتك ومن نزولك للمركز. وخلي المراكز هي مكان تروح فيها انجليش كلاب او تروح فيها نادي محادثة كل شهر مثلا عشان تتفاعل مع ناس وتقابل ناس فيس تو فيس. ولو عجبتكم السلسلة دي ممكن نتكلم عن ازاي تتعلم لغة من البيت. وازاي تقدر تستغل التعليم الانلاين عشان تاخد احسن نتيجة. اكتبونا في الكومنتات واتتبونا في التعليقات برضو لو قبل كده جربتوا مراكز وكانت حلوة او وحشة ايان كان اكتبونا تجاربكم في التعليقات. وما تنسوش بقى تدعمونا باللايك والشير ولو اتكتو حاجة تدول عشلة خباجة. سلام. ايو يا باشا انا قلت لهم بان كل المركز وحشة. كلهمنا الصابين. ابعت لي بقى اسم المركز بتاعك عشان اوصيهم عليه في الفيديو الجاي. اول فلوس وصلت. الحمد لله ربنا يديمها من نعمة. مع السلامة.